بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي المشاهدين قناة نيلالي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس قدر الله وما شاء فعل منتخب مصر كافح طوال 120 دقيقة على أرض السنغال وسط جمهور ولأول مرة حين كنت اللي أنا عرفوا دايما أن الجمهور السنغالي هو جمهور جيد ومحترم نهاردة منتخبنا كافح وسط جمهور متعصر وظروف إصابات وعنف في الملعب بشكل غير منطقي وغير مسبوق في حماية الحكم أو في حماية التحكيم على الأقل في أول نصف ساعة لكن في النهاية اجتهد هذا الجيل وحاول ولكن ركلات الحظ الترجحية كان لها دائما الرأي الأخر زي ما حصل معنا في كاس الأمم الأفريقية حصل معنا في كاس العالم أو في تصفيات كاس العالم حيال واحد النهاردة مالوش نفس أنه يتكلم النهاردة ممكن أطلع أقول لحضراتكم أن صلاح ما كانش محمد صلاح ولا يستحق زي ما ناس كتيرة جدا كتبة ممكن أطلع أقول لحضراتكم هو احنا من غير الشرناوي كنا هنعمل ايه هذا المنتخب من غير محمد الشرناوي كان ممكن تطلع النتيجة كام هذا المنتخب من غير ياسر إبراهيم كان ممكن تطلع النتيجة كام هذا المنتخب من غير أحمد سيد زيزو لما نزل كانت ممكن النتيجة تطلع كان بغض النظر عن طبعا إهداره لركلة الجزاء ولكن غير من شكل المباراة أحمد سيد زيزو المنتخب ببقية اللاعبين ليه مجموعة من اللاعبين معروفين بالاسم بيلعبوا كل المباراة